السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام لايك وشير وسبسكرايب ما تنسوش تفعلوا الجرس في تحت الفيديو كلمة اشتراك بالاحمر اشتركوا لو انت جدايد معنا لو انت حبيبنا من اهل القناة لايكات وشير وسبسكرايب وكومنت حلو من كومنتاتكم الجميلة زي ما انتوا شايفين الشوكولاتة هون هي راطل نوتيلا السيحة النيحة هنعمل الكوكيز المحشي النوتيلا وهنقول على كل الاسرار الناس كتير بتعاني ان لما بتسويه النوتيلا بتنشف من داخل هنقول على كل الاسرار ازاي يفضل معاك هش وراطب وخفيف وفي نفس الوقت الشوكولاتة حتى بعد ما يبرد لازم تكون سيحة زي ما انت شايفها في الفيديو ده لايكات وشير يلا نبدأ بالمأدير وضرقة التحضير معايا نصف كوب سكر اصحابي وان شاء الله المأدير بسبتها بالكوب وبالجرام في قلب صندوق الوصف نصف كوب سكر معايا انا واحد بيضة ومعاها فانيلا معايا تلتين كوب شوكولاتة شيبس والشوكولات شيبس انا عاملها في القناة هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف تحت المأدير التلتين يعني التلت عندك تلت في المعيار تحطي تلت وتلت يعني تحطي التلت من روتين معايا كوب وتلت من الطحين جميع الاستخدامات ومعايا معلقة صغيرة بيكربونات الصودا وهواريكو هدي بيكربونات الصودا مش بيكين باودر بيكربونات الصودا في بعض البلاد بيسموها كربونة وهدي معلقة صغيرة من النشاء اللي هو الكورن فلاور او حبابنا في المغرب والجزائر بيسموه مايزينا هذا اهو العبوة بتاعته معلقة هنخلط البيكربونات مع الطحين مع النشا وننخلهم لازم في كل المعجنات يا جماعة وبعيد نفس الملاحظة بتفرق جدا في المنتج النهائي لازم تصفيها بالمصفاية او تنخليها عشان ندخل فيها هوى وما يكونش فيها تكتلات من الطحين او حبيبات معايا نصف كوب زبدة اللي هو ما يعادل 110 جرام ولازم الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة البيضة بدرجة حرارة الغرفة بس هنا هنضيف النصف كوب سكر سكر حبيبات عادي اللي بنستخدمه للشاي والنصف كوب زبدة وهبدأ اخفق او تقدر يتحمليها حتى باللسباتل العادية بس انا عشان التصوير وعشان انجس في الوقت وانتو عارفين الجو حر فعشان لو الواحد وقف يشتغل بيده هيروح شربة صراحة يعني من الحر فعشان كده انا بستخدم العجان لكن هو ممكن باللسباتل العادية او معلقة خشف تدمج السكر مع الزبدة حتى السكر الزبدة تتشرب السكر تماما وتصير كريمي هنفضل نخفق فيها ولازم فترة حتى لو انت برضو بنجيب الاطراف حتى لو بتخفقي بالمضرب الكهربائي العادي لازم تنزلي الاطراف عشان نتأكد ان كمية الزبدة اللي معانا كلها في المقدار عندما جيت مع السكر هخفق برضو كل المكونات مثل ما انتوا شايفين هنضيف معلقة فانيلا وهننزل بالبيضة البيضة يا جماعة لازم تكون برضو بدرجة حرارة الغرفة لو نزلتيها سقعة او بردة من التلاجة هتفصل معانا الزبدة الزبدة هنلاقيها فصلت اوكي فلازم الملاحظات الصغيرة دي بتفرق صدقوني في النتيجة النهائية للكوكز هنا برضو لازم اوقف العجان واجيب الاطراف عشان نتأكد ان كل الاطراف والبيضة اندمجت معها كمية السكر والزبدة ان شاء الله ممكن قلتلكم باللي هو المضرب العادي او الويسك العادي تشتغلوا بيها يعني هي مش محتاجة اصلا عجان ولا محتاجة مضرب كهربائي بس انا اختصارا عشان الوقت والتصوير فقط لغير يعني لو معايا وقت بقى عشان ما تقولش عليكم الفيديو ان انا اعمل كل المراحل يدوية بس هو عشان اختصارا للوقت شايفين الخليط بقى صار كريمي وفاتح واندمجت البيضة مع الزبدة والسكر هنزل بكمية الطحين وندمج كل كمية الطحين والنشا والبيكربونات حتى تتشرب الخليط في المرحلة دي مش مردش ايه يعني هنجيب برضو كل الاطراف عشان كمية الطحين نتأكد ان هي اندمجت في المرحلة دي ما بنعجينش كتير يعني مجرد بس ان كل الدقيق يختفي يعني اندمج مع كل المكونات يبقى الخليط عندي جاهز عشان العجن الكتير في الكوكيز والبسكوتات هننزل الشوكلة شيبس بيخلي الجلوتون ينشط في قلب العجينة ويشئ تبقى العجينة مش هشة تديكي تعمل مطة زي الخبز وده احنا ما نردوش في اي انواع كوكيز او بسكوت هنا اصحابي اخدت نوتيلة ده المفروض قبل ما تبدأ في الكوكيز تعملي هذه الحركة معلقة كبيرة من كل من النوتيلة وحطتهم على ورقة زبدة وادخليهم الفريزر لمدة ساعة لازم الخطوة دي تكون قبلها بساعة لازم النوتيلة بقدر الامكان تكون جمدة عشان نقدر ندخلها في الكوكيز هنا اهو بعد ما خلطنا المكونات بتاعة الكوكيز هاخد تعمليهم بمعلقة الايس كريم عشان بقدر الامكان يدينا حجم الكوكيز متساوي وهنحط فيها النوتيلة اللي لازم تبقى جمدة عشان تسهل عليك ان انت تدخليها في الكوكيز ولازم اغطي النوتيلة بعجينة الكوكيز اهو زي ما انتو شايفين عشان ما تخرجش اثناء التسوية واعملها كرة بهذا الشكل ونحطها على صنية عليها ورقة زبدة وهنعمل مع بعض واحدة تانية عشان تشوفوا طريقة التشكيل بقدر الامكان او ما عنديكش من معلقة الايس كريم يكون بالعين كده ميزانك هي الكمية دي هتدينا من 10 ال 11 كوكيز من الحجم البيج اللي هو الكبير لو انت عايزة تعملي اصغر يبقى صغاري كمية النوتيلة يعملي معلقة صغيرة معلقة شاي وصغري كمية العجينة يعني او الحجم انت تقدر تتحكمي في عايزة كبيرة عايزة صغيرة يعني زي ما تحبه بس احنا عملناها زي ما بيتبع في مكدونالدز وبيتبع في البيتزة وبيتبع في المحلات الكبيرة اللي الولاد بيجبطوا فيه وطبعا يعني صدقوني تكلفته روبا التكلفة يعني والنتيجة رهيبة وهنقول على كل الاسرار اول سر ان لازم النوتيلة تبقى جامدة في الفريزر هعملهم كلهم اشكلهم ونرجع نشوف الخطوة الثانية هنا اصحابي بعد ما شكلت الكوكيز لازم اغطيه بالبلاستي كراب وادخله الفريزر لمدة ساعة ده يا جماعة هنا بقى الاسرار عشان النوتيلة ما تنشفش منك في في قلب الفرن اثناء التسوية شايفين زي الحجر لازم بعد التشكيل تحطيه في الفريزر لمدة ساعة وده هنا السر بتاع ان الشوكولاتة تفضل معاكي سايحة اثناء التسوية تحطيه بس في الصاج تسيبه مسافة ما بين كل واحدة يعني انا هحط في الصاج او الصانية حوالي خمسة وحدات كفاية جدا والفرن لازم يكون مسبق التسخين والوقت بتاع الكوكيز هيبقى من 8 ل 10 دقايق لو زودت عن 10 دقايق الشوكولاتة هتجف داخل وهتنشف فيبقى اول حاجة لازم نفرز الكوكيز ساعة في الفريزر عشان الشوكولاتة او الكوكيز يتماسك عشان لما يدخل جوه على ما يطيب الكوفر الخارجي بتاع الكوكيز الشوكولاتة تفضل صايحة من داخل ما تنشفش لو الكوكيز ما حطتهش في الفريزر ساعة هيدخل هيستوي والشوكولاتة هتلاقيها نشفت معاكي اوكي فهنا اهو 12 من 10 ل 12 دقايق فقط لو زودت على 12 دقايق اول ما بتحمر الاطراف وخدت لون دهبي لازم يخرجه لو جلستي اكتر من 12 دقايق الشوكولاتة هتنشف داخل فلو سمحتوا هدي ملاحظات ان عشان الشوكولاتة تفضل معاكي لو سايحة هنا برضو ما ينفعش تشيريه من على الصينية الا بعد 10 دقايق ما يبرد لو حاولت تشيريه هيكون لسه طريح هيتكسر معاك ويتفرفد هنا بعد مع 10 دقايق خلته برد شايفين اصلا ما شاء الله التسوية واخد لون دهبي من الاطراف ومن فوق ومن تحت تحفى اهو زي ما انتم شايفين وخلينا نفتح بقى ونشوف انهيارات الشوكولات اهو لازم تسبيه يبرد 10 دقايق عشان تقدر يتحرك من الصينية لو سمحتوا ملاحظات ناس كتير بتقول انت بتتكلم كتير والله انا ما بتكلم كتير انا بقولكو كل الملاحظات لعوامل النجاح عشان يطلع زي ما بتشترون من برا عشان يبقى بمنتهى الامانة محدش يعمل الوصفة وما تطلعش معاه ملاحظات صغيرة هتدخلي حضرتك عشان تاخدي المقادير المقادير موجودة في كل مكان الملاحظات دي من التجارب ومن العمل اكتر من مرة عشان تطلع معاك الوصفة نجحة من اول مرة شايفين الشوكولاتة صيحة وملتد من داخل ورهيب باذن الله وهنفتح واحدة تانية برضو مع بعض دي بقى لسه يعني الاولانية كانت بردت شوية دي لسه سخنة شوية دافية اهو شايفين بقى الانهيار شايفين انتو الانهيارات بقى اهو لا سحر ولا شعوزة رهيب دي لو انتظرنا عليها هتبرد شوية هتبقى الشوكولاتة صيحة برضو بس الكوكيزاي هتكون ايه مسكة شوية نفسها يا رب النهاردة اصحابي النهاردة عملنا بكل الاسرار صدقوني اهم حاجة اه اه تفريز الكوكيز الساعة بعد التشكيل وتفرازي انو تلا لوحدها اول الفرن يكون مسبق التسخين والدخليت من 10 الى 12 دقيقة فقط مقدير وكل حاجة بيثبتها في صندوق الوصف واعملوا الوصفة لو سمحتم ما تبخلوش علي باللايك والشير والسبسك